أما هلأ أرشب ننتقل لمحطتنا التالية عجل الوسط التربوي بالعديد والكثير من المنعطفات ومع اقتراب الامتحانات وشهادة الأعدادية والثانوية كثير من الاستفسارات اليوم وتحضيرات وزارة التربية وكثير يمكن فينا نقول من وقف عن نقاط محددة وتفاصيل للكوادر التدريسية والإدارية وأهم القرارات لوزارة التربية مع الدكتور عبد الحكيم الحماد معون وزير التربية يسعد صباحك وهلا وسهلا فيك صباح الخير دكتور اليوم المسؤولية كبيرة واليوم وزارة التربية أشبه بخلية النحل التي تكون مستعدة بالموعد المحدد يعطيكم الفعفة خلينا نروح فورا لا الاستفسارات الي وردتنا ولكن خلينا شوي نحكي عن التحضيرات وزارة التربية للامتحانات الثانوية والإعدادية صباح الخير يسعد صباحك وللأبناء التلاميذ والأبناء الطلاب ولجميع من يسمعون استكملت وزارة التربية الاستعدادات المطلوبة لإجراء العملية الامتحانية بيسر وسهولة للأبناء التلاميذ والأبناء الطلاب التحضيرات بدأت منذ الشهر العاشر في عام 2021 ما أن تنتهي امتحانات دور السابق حتى تبدأ تحضيرات لامتحانات الدورة الجديدة وبالتالي صدرت كل ما يسمى بالتحضيرات العملية الامتحانية لضمان حسن هذه العملية وأيضا هناك عملية تتبع إجرائية على أرض الواقع لهذه التحضيرات منها على سبيل المثال صدور البرامج الامتحانية في وقتها المحدد صدور تعليمات الإشراف والمراقبة وتحمل مسؤولية لكل شخص يشارك في العملية الامتحانية ابتداء من التلميذ والطالب وصولا إلى رئيس المركز ورئيس الامتحان وهو المدير التربية وأيضا ما هو مطلوب من الإدارة المركزية وبناء بنوك الأسئلة وتعليمات المركز الصحي وما يتعلق بهذه القضايا وكيفية التعامل أيضا مع القلق الامتحاني لدى الأبناء التلميذ والأبناء الطلاب والإجراءات الصحة الوقائية التي قامت بها وزارة التربية من ناحية الصحة النفسية والصحة الوقائية حتى يكون الأبناء التلميذ أثناء امتحاناتهم بأمان وأطمئنا بأن هذه العملية الامتحانية ستسير بيسر وسهولة أكثر مما كانت عليه في الأعوام السابقة طبعا لدينا نحن دائما نعطي الرقم وهو الدلال الدقيقة التي تعبر عن مدى التحضيرات التي تقوم بها وزارة التربية قياسا بما كانت عليه في السنة الماضية السنة الماضية كان لدينا 566 تلميذ وتلميذ وطالب وطالبة طالبا وطالبة وفي هذا العام لدينا 575423 طالبا وطالبة وتلميذ وتلميذة فهذه الفرق 8823 تلميذ وتلميذ وطالبة ركز عبع على وزارة التربية بافتتاح 172 مركزا امتحانيا إضافيا لما كانت عليه في الأعوام السابقة وبالتالي هذه الأعداد أيضا تطلب الجهود الكبيرة من وزارة التربية حتى تستغطب وتستوعد لإجراء هذه العملية الامتحانية بكل متطلبات التنفيذ الدقيق لتحقيق الجودة والعدالة الامتحانية وسيرها بنزاهة وحسن أداء تعوديننا نحن عاشو على طول كل سنة كل سنة في جهود كتير كبيرة عم تقوم فيها أكيد رشا وزارة التربية وخلال سنوات الحرب شفنا دائما عجلة التعليم مستمرة ودائما في استنفار كامل خلينا نحكي عن كتير من الاستفسارات دكتور وصلتنا من المدرسين وعم نحاول يمكن نستغل الوقت شوي فتح فينا نقول التقديم لتحديد مركز العمل اليوم نعرف انه بالنسبة للمدرسين هذا الشيء مكلف اما ترح يتم فتح التقديم لانه وصلتنا من اول ما قلنا انه الدكتور معنا وصلتنا كتير من الرسائل خصوصا بخصوص هذا الموضوع الان وزارة التربية تعمل بمجموعة مسائل ومشروعات تقوم بالإعداد لها بالشكل الكافي وبالشكل الإيجابي لكنها تعمل على عملية توطين التعليم فهؤلاء الزملاء من الذين التزموا بالعمل بوزارة التربية من خلال العقود وايضا من خلال تثبيت الموكلة فالأماكن التي وقعوا عقودهم فيها حددت في المنطقة التعليمية وحددت ايضا في المحافظة وبالتالي ولم تؤشر الى الان قرارات هؤلاء الزملاء وتحديد مركز العمل هو تنطبق للحالات الانسانية التي تعتبر بحكم المستعصي مثل؟ يعني على سبيل المثال امراض القاسية المزمنة يعني تعرض على سبيل المثال بعد التعيين لبتور بقدم او لديه جرعات كينياوية او امراض من النوع التي لا يستطيع ان يبقى بعيدا عن مكان العائلة حتى يقومون ايضا بمساعدته وخدمته لكن تحديد مركز العمل هو عملت عليه وزارة التربية في السابق لكن علينا ان نعيد تنظيم وتوزيع الاطر البشرية العاملة في وزارة التربية فهناك من الفائض في بعض المحافظات وهناك من القليل والشواغر الكثيرة قد تأتينا وتقولنا بان المدرسة الفلانية التي تدرس فيها ابنتي او ابني لا يوجد فيها معلمة وبالتالي لا بد ان تقوم هذه العملية عملية موازنة العرض والطلب بالنسبة لهذه الحالة وزارة التربية طبعا جادة بان تعالج جميع المشاكل التي يعاني منها الزملاء المعلمين والمدرسين والاطر الاداري ايضا بما تستطيع لكن الان نحن نحتم بالعملية الامتحانية لانه هي الان الشغل الشاغل لوزارة التربية ولا يوجد الان لدى برنامج وزارة التربية من الناحية سوى نجاح الامتحانات وهي الهم الاكبر بالاضافة للعمل الاخر والاعمال الاخرى التي تقوم بها على التوازن لكن الان تتركز الجهود حول نجاح العملية الامتحانية وحسن سيرها وادائها لانها تعلق بنتاج معرفي لهؤلاء ونتاج ادائي وسلوكي لدى الابناء وايضا هذه الامتحانات نحن نقول هذه الامتحانات هي بالنهاية حتى نصل الى قاعدة او قناعة بان هذه العملية التربوية قد حققت الاهداف التي هي وضعتها منذ دخول هؤلاء الابناء التلاميذ والطلاب من الصف الاول وما قبل الصف الاول وحتى مرحلة التعديم الاساسي وحتى المرحلة التنوية وتهيئة الى الدخول سواء الى سوق العمل او الى المراحل الجامعية او الى المعاهد التي يرغبون بالانتساب اليها وبالتالي ينصب الان اهتمام وزارة التربية على الامتحانات اكثر من اي ملفات اخرى لنجاح هذه العملية احنا دائما نركز على موضوع تحديد العمل اليوم حضرتك اذا بتفوت بتشوف الاسئلة او الاستفسارات اللي وسطت لحضرتك معظمة كانت عن موضوع تحديد العمل وكان في سؤال انه ممكن الصيف القادم يعني احنا اليوم ما فينا نعطي موعد صح عندما تقرر وزارة التربية من مثل هذا الاجراء سيكون هناك اعلان على موقع الوزارة الموقع الرسمي لوزارة التربية يعني جنا بارقة امل 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 امر ضيله يعني كل الناس انه مكلف جدا اليوم المدرس عمي حت اكثر من راتبه اجهر طريق للوصول الى مكان عمله زميلتنا الكريمة هذه الحالة تطلب دراسة دقيقة من وزارة التربية حتى لا تكون هناك اعلان هو المشكل لتحملنا ابي بان من اين سنغطي هذا النقص في مكان وكيف ايضا يكون توزيع عادل في المكان طب هو ضمن الدراسة يعني قيد الدراسة بوزارة لا يوجد شيء ضمن عمل وزارة التربيه إلا وهو خاضع للدراسة نتمنى أن نرى الملف موجود اليوم الآلاف يستنوا القرار دكتور خلينا نروح لملف مجمعة الكلاخ اليوم هو ملف أديم وتم رفعه لوزارة التنمية خبرنا اليوم شو وين وصل هذا الملف من أي ناحية إدارية أم هناك قضية معينة بنقل المعلمين الفائد هذا إجراء يتعلق بعمل مديرية تربية حمص فهي تقوم بموازنة الفائد في مكان إلى الشواغر في الأماكن الأخرى التي يمكن أن تقوم بها مديري التربية وصدرت هناك تعليمات للإدارات الفرعية كل زميل من زملاء في مديريات التربية ومدير التربية المعني بأن يقوم بإعادة التوزيع بما يحقق مصلحة الزملاء المدارسين والمعلمين بما لا يؤثر على سير العملية التربوية إن شاء الله خلينا نتقل نقطة كثير مهمة دكتور فينا نقول المواصلات خلينا نحكي عن المواصلات بالأرياف تحديداً للمعلمين وبعد فينا نقول مركز توطين التعليم اليوم لكل المعلمين يقولوا فيه تكلفة ونعرف أننا لدينا أزمة مواصلات أزمات كثيرة فمؤسف اليوم مثل ما قالت يمكن ببداية حديثي إنه ما عم يقدر حتى فعلياً راتب ويقضي مواصلات توطين التعليم وين وصلنا خصوصاً عند فينا نقول الأرياف يعني في مشكلة كثير عم يعانوا مننا بتقولك أنا ما فيني أنزل كل يوم لأنه الطريق بيكلفني هالقد ومسافة هالقد ففعلياً أنا ما عم مقدر روح على شغل ونفس الوقت ممكن أخسر هيدا الشغل زمانتنا الكريمة بالنسبة لتوطين التعليم يعني مشروع يتطلب الجهد الكبير من مديريات التربية ومن الإدارة المركزية حتى يصل حتى في الدول المتطورة تعاني من أيضاً هذه الحالة صحيح لكن لا تستطيع وزار التربية بأن تقوم كل معلم وكل مدرس أن يكون بجانب بيته في حدوده المستطاع وبالتالي هناك مدرسة وهناك تلاميذ وطلاب وهناك أطر تدريسية تقوم العملية التربوية على ذلك لكن عندما يكون هناك بعد قليل عن هذا المكان أو ذاك المكان فتغضية هذا المكان أفضل من أن يكون من محافظة أخرى إلى هذه المحافظة تعيد دائماً وزار التربية مع بداية العام الدراسي تشكيلات هؤلاء الزملاء المدرسين والمعلمين وتعيد توزيعهم بما ينسى جمعها يعني فيه ممكن إعادة تشكيلية مع بداية عام جديدة مع كل بداية عام دراسي في مديري التربية هناك إعداد تشكيلات خاصة بإعادة توزيع المعلمين والمدرسين بحيث تسهل عملية تنقل هؤلاء وفي حال كان هناك بعض الصعوبات والأماكن بعيدة يتم التنسيق ما بين مديري التربية والإدارة المحلية والسعيد المحافظ حتى تسهل عملية نقل هؤلاء الزملاء من أماكن تجمعهم إلى الأماكن التي يعملون وجرت هذه الحالة على سبيل المثال في حلب في إحدى السنوات تم التعاون ما بين مديري التربية والسيد المحافظ وقاموا بتأمين باسات لنقل هؤلاء الزملاء إلى مسافة وتنتظرهم حتى انتهاء مهمتهم اليومية يمكن أن يكون الفترة أو النقل هو حل إسعافي صحيح؟ مبدئيا يعني عندما تكون الحالة عامة تطلب دراسة خاصة في حالة عامة لكن نحن نتعامل مع مدرس ومع طالب حاولنا قدر الإمكان أن تكون المنظومة الامتحانية على سبيل المثال أن يكون الطالب في النقطة أو في المنطقة الأقرب إلى مكان سكاني حتى لا يتكبد عن الذهاب والإياب الطويل أو مصروفات السفر أو نفقات السفر وأيضا المعلمين والمدرسين قدر الإمكان أن يكونوا في المنطقة القريبة من أمات المراكز الامتحانية شريطة أن لا يراقبوا على طلابهم حتى لا تكونوا هناك حالا من الطلاب نحن نبلانين بيه بس هم يكون قريب على ذلك طبعا الإمتحانات الشهادات العامة قد وكزت بأن تكون الأحرار والنظاميين في مركز المحافظة أو مركز المدينة حصرا يعني حمص في مركز مدينة حصرا صحيح وكزت بأن تكونوا أحرار وكزت بأن تكونوا أحرار الأحراك وبالنسبة للطلاب النظاميين أيضا في مراكز المدينة دكتور خلنا نرجع شوي للامتحانات ونروح شوي لموضوع المراقبة اليوم من المعلمين اللي هنن معفيين من المراقبة وهل صحيحة ميكون في عقوبات في حال تم التخلف عن موعد المراقبة أو المعلم ما راح أو ما راحت خاصة ذكرنا نقطة أنه بجوز ما كان السكن بعيد فصار ظرف وأنا ما كنت أكون بالموعد المحدد يتسلم هؤلاء الزملاء التكاليفهم بالمراقبة ينبغي عليهم مراجعة دائرة الامتحانات في المديرية المعنية والزميل المعني معاون مدير التربية ومدير التربية لتغيير مكان المراقبة ما في إعفاء يعني الإعفاء هو يشمل جميع العاملين في العملية التربية هم مكلفون بالعملية الامتحانية فإذا لم يقوموا هم بهذه العملية فمن أين نأتي بمن يقوم بهذه المهمة المقدسة لدى الجميع لدى المجتمع السوري الامتحانات مقدسة حتى يحصل صحيح ولكن عنده حالات خاصة أو ظروف خاصة من لديه حالات خاصة تقدرها مديرية التربية فنحن نساعد هؤلاء للوصول إلى رفعتك أجرة المراقبة هذا يتعلق بنواظم وتعويضات وضوابط وتشريعات لكن يجب أن يكون لديكم تفاصيل نوعا ما حضرتك هناك ضوابط قانونية لصرف هذه التعويضات هل هناك رفع للأجور؟ حتى المدرسين لديهم تعليق للأسف ساعة ساعة أعبن إضافي تقوم الوزارة أيضا ولن تبخل الوزارة التربية على أحد يقدم جهودا استثنائية أو جهودا مسجلة نحن نتذكر بجهود وزارة التربية تقوم بجهود جبارة بضم الظروف استثنائية ولكن كل هذه الاستفسارات وصلتنا عبر بريط الصحة والإخبارية نعم طوالنا سيد الوزير دائما يدعو جميع العاملين في الوزارة إلى المكافآت لكن المكافأة في الموقع والمكان الصح لمن يستحق هذه المكافأة تشجيعا وتحديزا له ليكون منتجا أكثر خلينا نروح لموضوع الوكالي الاختصاصي كما وردنا السؤال هل هناك قرارات جديدة هل هناك موضوع بخصوص الوكالات كرمال سد الشواغر بالنسبة للشواغر كنت تحدثت في بداية هذا اللقاء عن تحديد مركز العامل عندما يكون هناك لدينا على سبيل المثال في دمشق أو ريف دمشق أو بعض المحافظات لدينا شواغر في الرياضيات والفيزياء والكيميا حتى لا تبقى هناك شعب صفية من دون مدرس اختصاصي أو معلم في الحلقة الأولى من التعليم الأساسي تقوم وزارة التربية بإصدار تعليمات الوكالة الاختصاصية والوكالة الكاملة للحلقة الأولى المقصود بالوكالة الاختصاصية أن يأخذ ليس بنظام الساعات وإنما بنظام ما يقوم به بشكل كامل حتى نسهل على زملائنا المدرسين ونشجعهم على أن يقوموا بما هو مطلوب منهم أكدنا نقول لكل المعلمين السوريين يعطيهم ألف عافية لأنه مجتمرين بالعمل رغم كل ظروف المعيشية وظروف الحرب خلينا نحكي وصلنا إلى استفسار الآن الدكتور يسألوا عن المقترح لرفع طبيعة العمل الإداريين أسوة بالمعلمين داخل الصف هل يتم رفع أو لا؟ هناك المرسوم لعام 2020 القاضي بطبيعة العمل صدرت التعليمات الخاصة بهذا المرسوم وتفسيراته وكل فئة من الفئات التي تسحق هناك الجوانب الإدارية واضحة في هذا المرسوم بأنها 10% ومن هو في غرفة الصف تشجيعا لعمله والمهام التي ملقات على عاتقه من خلال التحضير والعمل والعناء الذي يبدله بالتالي كانت طبيعة العمل 40% فأيضا هذا مكسب لزملاء المعلمين والمدرسين من يعملون في غرفة الصف والآن التعليمات التنفيذية صدرت منذ ثلاثة شهور لهذا المرسوم دكتور أيضا استفسار لحضرتك عن رواتب تثبيت الوكلة منذ الشهر الأول الذي التزموا به بدأت رواتبهم ضمن الميزانية المخصصة لوزار التربية وفي مديريات التربية وبالتالي هم يتسلمون رواتبهم أصولا كما هو نحن نساعد جميع زملائنا لحل المشاكل العالقة أو ذات الشأن التربوي لا نريد لأي معلم أو أي مدرس أن تكون لديه معاناة وتؤثر على أدائه في غرفة الصف وبالتالي فور خروج من هذا الاستوديو سيتم التواصل مع محاسب الإدارة ليقوم بالتواصل مع مديريات التربية مع محاسبي الإدارة في مديريات التربية وإبلاغهم بأن تكون المعاملة إيجابية وأن يقوموا بتيسير كل الظروف وتسهيل كل المهام لزملاء المعلمين والمدرسين ويقبض رواتبه من يسر وسهول أخيرا دكتور يمكن أن يصلتنا رسائل كثيرة حول رفع الأجور للمدرسين الوكالاء هل يتم رفع الأجور الساعة؟ أم لا قيد الدراسة؟ دعونا أعطي لأنه كلما نتقل لك سؤال يتقل لنا لكن دعونا نعطي أمل صغير الزميلتنا الكريمة الآن العمل في وزارة التربية لا يتعلق بعامل أو اثنين أو خمسة أمه نحن لدينا منظومة عمل أكثر من أربعمائة ألف عامل وعامل وبالتالي عندما نطلق كلمة ينبغي أن نكون على قدر كبير من الثقة بأنها ستكون إذا ستصدر بعض ساعة لا نستطيع أن نعطي وعد لكن وزارة التربية دائما تدرس هموم الزملاء المدرسين سواء من يقوم بمهام بالوكالة الإختصاصية أو بالساعات التدريسية الآن حاولنا أن نستعيض عن الساعات تدريسية بالوكالة الإختصاصية حتى يكون هناك تعويض أفضل لها إن شاء الله أكيد ما حتأصر وزارة التربية جهود جبارة الدكتور ربيب هيك بالختام رح تكون في قطع للاتصالات وشو هي أهم النصائح اليوم ووزارة التربية ممكن تقدمها للطالب كرمالي تكون عملية الامتحان يعني تمشي برواء وما يكسير أي انفعالات ضمن القاعة طبعا بالنسبة لإجراءات الحماية والوقاية والأمان للعملية الامتحانية طبعا وزارة التربية ستقوم بكل ما هو مطلوب منها لتحقيق العدالة والنزاهة للعملية الامتحانية سواء من الجانب التقني أو من خلال الجانب المراقب أو جانب تطبيق كل منظومة الأداء العملي والمهني التي تصل بأبناء التلاميذ بالرضى المطلوب عن امتحاناتهم وتحقيق العدالة وتعطي كل من تعبى وجدى واشتهدى وحكمة ما هو نصائحك اليوم لطلابنا؟ تعطيه حقه الذي قد اهتمى واستعدى بالمقياس ذاته وأيضا ستكون هذه العملية سهلة بمقدار الاهتمام والجدية التي يبدلها الأبناء التلاميذ والأبناء الطلاب وأيضا نقول لهم بأن التوقعات هي خارج عن إطار وزارة التربية تماما ولا يوجد أي توقع وكل معلومة في الكتاب المدرسي أو في المنهاج المقرر الذي تلقوه على مدى العام الدراسي هو وارد أن يكون سؤالا امتحانيا أو اختباريا وبالتالي عليهم أن تكون منظومة تعلم لديهم متكاملة وأن لا يلتفتوا إلى ما يقال هنا وهناك ونتمنى لهم التوفيق والنجاح لأنهم يعبرون عن المجتمع العربي السوري وعن أيضا مدخلات هذه المنظومة التربوية التي هي الجزء الفاعل في حياته المجتمعية وهم من سيكونون في المستقبل نحن نعد هؤلاء الأجيال لتبني المجتمع في المستقبل وفق احتياجات هذا المجتمع أكيد نتمنى التوفيق لكل الطلاب بالشهادتين العدادي والسانويين نتشكرك نتشكر أكيد وزارة التربية على كل الجهود الكبيرة اللي عم تقوم فيها بس اليوم نحن عم نحاول نستغل الوقت ونحكي عن كل الرسائل وهموم المدرسين والإداريين وكل التفاصيل والاستثارات عم نحاول نحكي بالسانون اليوم نتشكرك وزارة التربية طبعا رح تأخذ بكل الاحتمالات اللي تسهل العملية سواء العملية التعليمية في المدارس سواء في هذا العام أو في العام المقبل وعملية المراقبة شريطة ألا تمس النزاح الامتحاني والعدالة الامتحاني شكرا دكتور لحضورك معنا اليوم وأكيد نتمنى لكم التوفيق وشكرا لجهود وزارة التربية شكرا لكم شكرا لك الدكتور عبد الحكيم الحماد معاون وزير التربية شكرا كثير لك أهلا وسهلا بكم